كان فيه اجتماع آخر للرئيس كان بيستعرض خلاله موقف طرح الشركات التباعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة الرئيس طلع في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيداً لطرح حصص من هذه الشركات لتداول أسهمها في البورصة خاصة الشركة الوطنية للبترول شركة صافي وده هيكون بهدف توسيع قاعدة ملكيتها لجذب الاستثمارات للقطاع الخاص على نحو يهدف لتعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقاومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الشاملة